ممكن المحكمة الاتحادية ترغي هذه الاستقالات هذا بيان الإطار التنسيقي الآن وردنا قبل قليل سيد محمود الملفت بهذا البيان العمل الإطار التنسيقي يؤكد مواصلته العمل مع الجميع طب أكثر من سبعين نائب انسحبوا يمثلون التيار الصدري فأي جميع يتحدث عنه الإطار التنسيقي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية السلام على حضرتك وعلى ساد أحمد وعلى استحالة وعلى جمهوركم وقناتكم الكريمة اليوم الإطار منذ بداية المصادقة لنتاج الانتخابات واجتماع البرلمان أكد على أنه سيذهب إلى تشكيل الحكومة ولم يذهب إلى المعارضة أو ذهاب إلى جهة الرقابة على الحكومة وأنه ما يكون موالي ومؤيد لتشكيل الحكومة والإسراء في تشكيل الحكومة وليس فقط لأنه اليوم تأخير الحكومة أصبح يعود بالضرر على المواطن وعلى الشعب العراقي والعراق برمته وعلى العملية السياسية كذلك نحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب وكان هذا طبعا يشار لهم بهذا الموضوع أي أول مرة في تاريخ النظام السياسي الجديد في العراق كتلة كاملة تستقيل وتذهب وتترك العمل السياسي وتأتي فرصة وفسحة من المجال لباقي القوة السياسية لتشكيل الحكومة وأعتقد أن هذا القرار كان من سماحة السيد مقتدر الصدر منذ البداية أشار إلى أن أما سأذهب إلى تشكيل حكومة الأغلبية أو سأذهب إلى المعارضة لكن اليوم هو ليس أصبح في المعارضة أصبح جهة رقابية للحكومة والحكومة التي ستشكل ستكون ذات مهام صعبة جدا لأنها المراقب ليس سهل أمامها والتيار الصدري وجمهور جمهور يعني واعي وجمهور وطني وإذا كانت هذه الحكومة حكومة إصلاح وخدمات أنت لم تجبني على السؤال سيد محمود الإطار التنسيقي يؤكد العمل مع الجميع من هم الجميع منه بقى؟ أكثر من سبعين نائب انسحبا نعم سيصعد مكانهم 73 نائب جدد هم سيكون مشاركون بالعملية السياسية وهذا قانون الانتخابات التي صاوت عليه البرلمان والتي صعد به هذا البرلمان أن النائب الذي يصعد بعد النائب الذي حصل أكثر عدد من الأصوات من أي كتلة كانت ليس من نفس الكتلة يعني هذا سيكون ماضي طبعا هذه إجراءات المفوضية وموافقة المحكمة الاتحادية لكن هناك جنبة قانونية أعتقد ستثار ربما في الأيام المقبلة وأنه النائب يجب أن يكون مضى عليه سنة كاملة حتى يقدر يقدم استقالها هذه أيضا إشكالية وجنبة قانونية موجودة ممكن المحكمة الاتحادية ترغي هذه الاستقالات هذه نقطة مهمة جدا للجميع ينتبعها ممكن أن يعود التيار الصدري إلى العمل في البرلمان وهناك إشكاليات كثيرة الأمور غير واضحة حاليا يعني اليوم أي تصريح يخرج طبعا فقط من قيادات الإطار العشرة هم المصرح لهم بالتصريحات أما أي تصريحات من قبل المتحدثين أو الأخوة في الإطار الباقي فهذه طبعا تصريحات شخصية